ولنا مع الجذب العقيم محاولات واختيار وغدا يكون الانتصار وغدا يكون الانتصار في البدء تكون الكلمة والكلمة رصاصة تصيب رأس الاستبداد لا رأس المستبد فحسب وأمام النظام الإمامي الكهنوتي كانت الكلمة الناسفة للقدسية المدعاه تأتي في خطاب أو خطبة أو قصيدة فصحة أو عامية فالقردعي قبل أن يرسل رصاصته التي استهدفت رأس الإمام كان قد أرسل قصائده نحو رأس الإمامة والزبيري وهو يوجه حمام بركانية نحو الطغاة أرسل حمام قصائده نحو الطغيان وعلى الدرب ذاته سار أحرار الكلمة الذي كان منهم الدكتور عبد العزيز المقالح الفارس السبتمبري الذي لم تنس له الإمامة العائدة للانتقام علاقته المبكرة بالثورة السبتمبرية وإذاعتها الجمهورية وبياناتها الأولى ولم ينس له صبيان الإمامة شدوه في الأسبوع الأول من ضحى سبتمبر سلمت أياديهم بنات الفجر عشاق الكرامة الباذلين نفوسهم لله في ليل القيامة وضعوا الرؤوس على الأكف ومرغوا وجه الإمامة صنعوا ضحى سبتمبر الغالي لنهضتنا علامة يتمردون على الظلام ويبسقون هنا نظامه لم ينس له الإماميون الإيرانيون دوره السبتمبري فأرادوا تلطيخ تاريخه الجمهوري غير أن المقالح الذي آثر البقاء في صنعاء سبتمبر رفض أن يعطي المنتقمون ما أرادوه جاعلا كل كلماته متمحورة حول الشعب والوطن والجمهورية وسبتمبر وذلك مسار الكلمة السبتمبرية الأكتوبرية النابضة بحب اليمن الكلمة التي يفترض أن يلقى فرسانها الرعاية والاهتمام من حكومات هي نتاج الثورة والجمهورية ومن امتزاج الكلمة بالرصاص سيردد الشعب عما قريب ما قاله المقالح بالأمس وثأرت يا صنعاء رفعت رؤوسنا بعد انكسار وحتى تلك اللحظة سيبقى فرسان الكلمة والحرية يترجلون بشموخ رافض بيع الجمهورية بأي ثمن مرددين ما قاله المقالح وردده معه الوطن جمهوريا جئت وجمهوريا عشت وجمهوريا سأموت